اسمح لي إحنا كلام الناس وبين حركة شخصية عامة هخرج عن موضوع القروض والديون وسألك عن تصريح تقال من فترة من طليقتك السابقة من يومين مش بعيد نيلي كريم أنت شخصية عامة يعني معروف نيلي كريم كانت في برنامج بصراحة معها على MBC وقالت أنا حظي في الرجالة وحش صح وجوازاتي قبل الجوازة الحالية من هشام عشور كلها كانت قالت لفظ مش هينفع أقوله على الهوى أكيد أنت شفت أنا عجبني جدا أنك متابع ردك إيه أنا ليه سألتك لأنه يعني كلام حضرتك وتفصيل حضرتك لموضوع بين الرجل وسط يبدو أنك رجل مثالي وبتحتوي المرأة أو بتحاول توصل للشكل اللي هو رب البيت بس أنا لا مثالي ولا حاجة خالص دي مبدأ إيه وكل إنسان عنده غلطات لكن في الوضع المادي ده رأيي وده تصرفاتي وعمر ما في حد هيقدر يقول عكس كده ردك على التصريح بقى احنا تكلمنا في الحد المادي في التصريح ربنا هنيه يا رب يعني فهمه أصلي ما هو هي ليها تصريحات مختلفة طول الوقت يعني كان فيه قبلها تصريح إن أنا تضغط علي وإن أنا مزيعة ضغطت علي لما قلت الكلمتين اللي فايته يعني فالتصريحات بتختلف فهمه أصلي فالآخر أنا همني إنها تبقى كويسة حقيقي حقيقي ومش مثالية نهائيا ومحناش وإحنا في بس محناش أصدقاء غالين خالص عشان بس النسبة الدعيش إن أنا بداعي المثالية لكن الخطأ ما أقدرش أرد عليه بخطأ تاني لسبب مهمة قوي لأن أنا بنتي كبيرة عندها 15 سنة ما شاء الله والصغيرة أولمس 11 وعايشين معي طبعا وعايشين معي بالتفاهم ما هواش حاجة عشان ما حدش يعتقد أي اعتقد مختلف بالعكس إنك وخدم غصب منها بالتفاهم بالتفاهم وبالتراضي وبالعكس والطرف الآخر شايف إن ده مصلحاتهم هنا لكن ما أقدرش أرد على التفاصيل دي ولا أقدر أجاري الردود دي شكرا